اشتركوا في القناة التهويل والتكبير الامور وهاد بدكوا تركزوا معي من ناحية علمية بدكوا اشرحلكوا شو يعني كصوف وخصوف وثاني اشي بدك اشرحلكوا شو يعني الشهب اللي هي التوأميات والنيازك والاشياء هاي اللي رح تصير خلال فترة اللي احنا موجودين فيها والقادمة كمان تأثيرها رح يكون على اي الابراج كل برج بده يحتاط من ايش بالفترة القادمة كمان على اشياء لها علاقة بالاقتران ما بين الكبيران احنا منسميهم يعني قصوصا الاقتران الاخير والتربيع اللي رح يصير بين المريخ وبين برضو بلوتو يعني نهاية السنة كثير احداث من الاحداث الفلكية رح يصير فيها فحبيت اجمع لكم اياها في هاي الحلقة على اساس انه يعني نطلع شوي من هالتهويل والتحليلات اللي شوي زبالي اللي يعني شكلت صدمة يعني انه معقول في ناس جهلة او ناس يعني ما بهمها مشاعر الناس ما بهمها الخوف عند الناس ناقصها هي الناس كمان تكمل عليها وتخوفها وتدمرها وتدمر اعصابها وترعبها والاشياء هاي الامر بسيط جدا رح اشرحلكوا اياها بكل بساطة فعشان هيك بتكون تركزوا معي لانه برضو في صور رح نزللكوا اياها رح نزللكوا اياها بشرح علمي وهذا الشرح طبعا انا كنت ما بدي اعمله يعني كنت بدي اقتصره بس بالتوقعات اليومية بس حبيت اني انا احطكوا بالصورة انه احنا كيف ما نحلل الامور الفلكية وكيف بتطلع معنا النتائج واعلمكوا برضو علشان مرة الجاي لما واحد يجي يقول لك الكسوف والخسوف وبدو يصير ومش عارف ايش تبقى عارف انت تلقائيا انه كذاب الا اذا حكى بنفس الطريقة اللي انا رح احكي فيها مش اني انا علمت العصر ولكن انا بحب العلم يعني بحب اقنع بعلم مش بجهل ومش باوهام ومش بدون ما انت تكون فاهم ومش بجيب معلومات وبركبها وبدو يطلع الاعور الدجال وقيامة الساعة ومش عارف مين وبدو زلازل وبدو تموت الدنيا وصار يركب للسياسي الاخبار السياسية وانه بايدن بدو يموت وبدو تطلع مش عارف ايش رق نائب تصير هي الرئيسة والحرب العالمية الثالثة وايران بدو تخش على الخط هذا احنا ما الا علاقة فيه احنا منحكي ظروف متوقعة صارت ولعت انطفت مصارش هذا مش شغلنا احنا شغلنا تنبيهي وتحذيري ودراسي وتحليل للخارطة الفلكية ايش المتوقع ممكن يصير ولكن ما بدخل على بلدان وما بدخل على العالم ماشي بروح باخبر بسمع انا تقرير اخباري مثلا الامحل السياسي وهذا السياسي قال انا بتوقع انه ترامب يخربط الدنيا لانه هو اخر ايام وعشان يضرب بايدن عشان بايدن برضو لما يجي ما يعملش فعل الاتفاقية النووية مع ايران وبعدين محتمل انه يعلن الحرب عشان بايدن يجي في فترة حكوم صعبة وتكون صعوبته عشان يدمر الديمقراطيين وعشان هيك فبروح انا بفبركها على حسب الخارطة الفلكية وبقول لكم الفلك والكواكب وانا هيك بحللها احنا ما النا بالسياسة وما النا بالدين وما النا بالامور هاي كلها احنا منحكي اشياء ممكن تصير وممكن ما تصير يعني كل شيء مرتبط بيد الله عز وجل وكثير من الناس هاي تناقضت بكلامها وحكت حكي وما زبطش معها ورجعت قالت كلام ثاني لانها هاي بتوخذ على الاخبار وبتوخذ على المعلومات شو فيه في العالم وين محتده باجي بركب القصة عليها احنا ما منركب قصة احنا ما نركب عقل ما نركب هون معلومات صحيحة خلينا ندخل احنا عشان ما نطول بالشارح هذا ودقوله الراغي الراغي والمقدمة خش بالموضوع فابدنا نخش بالموضوع التقويم الفلكي لهاي السنة اللي هي 2020 مليئة بالاحداث السماوية كانت وكانت مثيرة يعني كان في القمر الازرق وطلعوا قالوا القمر الازرق هي غازات موجودة مش بكون ازرق وبكون لونه رمادي اللي بالاجهزة بشوفوا لونه ازرق قالوا الازرق وبدو يطلعوا والحوت الازرق وصوت مش عارف ايش شفتوا مر عادي عادي زي اي ظاهرة بتصير الزخات النيزكية اللي صارت الخسوف والكسوف اتكرر اكثر من مرة خلال السنة هاي مع دخولنا برضو للشهر الاخير هاد في عنا احنا برضو احداث فلكية مهمة دائما بتصير دائما كل سنة في عنا احداث فلكية زي الزكاي زي احداث لها علاقة باقترانات للكواكب بتأهل المناخ للسنة القادمة كيف رح يكون شهر ديسمبر يعني شهد هو من قبل فترة زخات من الشهب وانقلاب رح يصير فيه انقلاب شتوي مع نهاية برج القوس اللي هو يوم 21 فيه كسوف صار عندنا خسوف برضو في هذا الشهر يعني بمعنى اخر فيه كثير الان من يوم 13 الشهر فيه عندنا شهب اسمها شهب التوأميات يوم 13 ديسمبر بتبلش هاي رح تبلغ ذروتها ليلة 13 ديسمبر لصباح الباكر من يوم 14 ورح تكون الحدث مرئي لمدة اسبوعين تقريبا يعني من 14 ل 16 ديسمبر جميع انحاء العالم يعني في كل بقاع الارض لو طلعوا طلعوا على السماء بشوفوا نيازك وشهب رح تتحرك في السماء مش هالاشي الخارق زي ما هم بحكوها هي ممكن تمر في الساعة خمسين نيزك يعني قسم انت الساعة لخمسين نيزك يعني ممكن كل دقيقة يمر له هيك شهاب من هالسما هاي او يتحرك شهاب مش انه الخمسين مع بعض بدهنين طلقا وتشوف الرعب كله فيها وافضل مشاهدة له رح تكون الساعة ثنتين صباحا لانه القمر والشمس بكونوا غايبات السماء بتكون داكنة تماما فممكن انت تشوفها حسب صفاء الجو في البلد اللي انت فيها يعني اذا كان فيه غيم وكان فيه مطر او فيه هيز اللي هو زي الضباب هذا السماوي ما رح تشوفها بس هاي للناس اللي بتحب التصوير الان الكسوف الكلي للشمس اللي رح يصير يوم 14 ديسمبر طلعوا على الرسمة اللي رح احط لكم اياها الان عشان انتوا تنتبهوا معي بالشرح رح هيمر القمر مباشر امام الشمس مكون كسوف كلي في يوم 14 ديسمبر لسوء الحظ انه هذا ما رح يكون مرئي الا للاشخاص في مناطق معينة من نصف الكرة الجنوبية لانه ما رح يكون على الشرق الاوسط هذا الكسوف يعني كسوف جزئي رح يكون في بلاد معينة يعني زي البرازيل البرغوي اوروغوي بيرو الاكوادور وفيه اجزاء من القارة القطبية الجنوبية والاجزاء الجنوبية الغربية من افريقيا فيه مناطق معينة رح يبين فيها خصوصا الجنوب اخر الجنوب البرازيلي ممكن من عندها هاي يقدروا يصوروه كمكتمل بدول العالم ككل ما رح يكون مبين مكتمل زخات الشوهب زي ما حكينا يوم 21 ديسمبر تتزامن اخر زخات نيازك في العام مع الانقلاب الشتوي يعني يوم 21 ديسمبر هو الانقلاب الشتوي وببلغ ضروت ويوم 21 اللي هي زي ما حكينا خمسين نيزك في الساعة او ممكن يكون اقل ويمكن لاي شخص انه ينظر للسماء في الليل بدون لعاكسات ولا تولسكوب ولا اي شي بيشوفها ما بين 17 لغاية 16 ديسمبر بتكون واضحة تماما يعني هاي احنا بنسميها نجم الشوهب وفي ذروة ذروتها ما بتتجاوز الزخات ما بين خمسة لعشر شوهب في الساعة يعني قليل جدا مش هالاشي المرعب يعني فهمتوا عليك طيب في باحثون حقيقيون بيثبتوا انه الشمس بتخضع لنوع ثاني من الاندماج في جوهرها هذا ايش مصطلحات فلكية بس لازم اني احكيها وهي الانقلاب الشتوي اللي هو بحمل اقصر يوم في العام اهمية خاصة بالنسبة لبعض ممكن زي احتفال بعودة الايام الطويلة وشغلات زي هيك الفلكيين بيهتموا فيها بشكل كبير ولكن برضو بتوجب علي اني انا اذكرها عشان ما حدا يقول لي لا ما هو في مصطلح هيك بنحكى وفي مصطلح هيك بنحكى فمن لمح هيك من بعيد لابعيد لهاي المصطلحات ولكن في يوم هذا اليوم تحديدا الو اهمية ايضا بالنسبة لعلماء الفلك في نصف الكرة الشمالية اللي رح يتمكنهم الاستمتاع باطول ليل في العالم اذا سمح الطقس طبعا لهذا الامور الاقتران العظيم برضو اللي رح يكون بين كوكب المشتري وزحل اللي الناس برضو قالت دماره مش عارف ايش هذا الحكي كله احنا ملناش فيه الاقتران رح يصير يوم 21 ديسمبر وهذا الاقتران برضو رح يرحب برضو بالانقلاب الشتوي يعني له علاقة برضو بالانقلاب وهو اسمه الاقتران العظيم لانه اول اشياء هذول كوكبين مش سهلات ولما بيقترنم مع بعض يعني بيكون امر مش سهل وراح يكون فيه قدرة انه عند الغروب تحديدا لانه هذا الاقتران ما مر على الارض من 397 عام ما اقترنوا مع بعض فعشان هيك هذا بنسميه احنا الاقتران العظيم ممكن مشاهدة الحدث هاد لما تنظر انت للغرب عند غروب الشمس مباشرة رح تشوف انه فيه اضاءة قوية لكوكبين في منطقة الغروب بشكل مزدوج هيك بيكون المشرقات اللي هن اضاءة حلوة هذول هم اللي احنا بنحكي عنهم اللي هم بلوتو وزحل طيب اكتمال القمر رح يكون برضو هذا حدث كبير اللي هو رح يكون يوم 30 ديسمبر يعني شوف الاحداث كلها جاية في النصف الثاني من شهر ديسمبر وراح يكون الاكتمال الاخير لهذا العام والمعروف ايضا باسم القمر البدر في 30 ديسمبر وكونه قريب جدا من الانقلاب الشتوي فالبدر شهر ديسمبر مميز بيكون محاط بيكون بسماء داكني جدا والقمر بيكون مكتمل فمنظره بيكون حلو جدا طيب بالنسبة للكسوفات والخسوفات و2020 و2020 وسمعت كثير ناس حكت على هذا الموضوع انه بقعد سنة وبقعد ست شهور طيب اذا بدي قعد ست شهور طب ما في الست شهور في اكثر من كسوف وخسوف يعني احنا منطلع من تأثير واحد منرجع لتأثير واحد وعلى المجرى احنا عايشين بس بتأثيرات الكسوف والخسوف ماشي هم آيتان ماشي عشان احنا ما يجوش تبعين الدين ويقول لك آيتان وعظيمتان وفي منها لا احنا نعرف انها آيتان وعشان نخوف او عشان العبادة وعشان الدين ووالما لنهاية هاي ما نحطها على الجانب احنا ما قلنا فيها احنا منحكي علم الان اللي بده يوخذها على سياق ديني بوخذها ولكن ما برك بالدين على العلم انا في هاي المسائل تحديدا طيب يوم الاثنين اربع عشر ديسمبر آآ رح يكون يعني اشي مميز رح يكون رؤية الكسوف جزئي في مناطق زي ما حكينا وكل في مناطق معينة آآ خلينا احنا ما نطول الامور هاي الخارطة آآ فيديو بحرك انه كيف حركة ضلال القمر والشمس رح تكون على الارض كيف رح تمشي بمسارها فهي ما بتقرب كل المناطق العربية نهائيا ما رح يشوفها لا في الارضن ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا مش عارف وين ما رح يبين هي المناطق اللي رح يبين فيها مناطق احنا حكينا عنها ورح تشوفوها على الخارطة اللي تظهر دائما على الشاشة اللي بظلني اشغل الكوياه ذروة الكسوف رح يبدأ تمام الساعة اربعة وثلات عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينش اكتماله رح يكون ساعة اربعة وستعشر دقيقة مساء وبيبدأ نهاية الكسوف اللي هي الذروة ساعة اربعة وثمانتعشر دقيقة صحيح انه مدة الكسوف طويلة يعني بتصل لمدة الخمس ساعات ولكن انه الذروة تاعته لما بدك تشوفه بدقة كاملة هي بتكون الساعة اربعة وستعشر دقيقة بتوقيت جرينش للناس اللي موجودين في المناطق اللي انا رح اذكرها اللي هي المواقع المهمة المحيط الهادي جنوب امريكا تشيلي الارجنتين والمحيط الاطلسي يعني هاي الخارطة بتبين طيب في هاي الفترة بنشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا كما بنفقد السيطرة على عواطفنا ويلاحظ انه طيور في السماء والاسماك في البحار بتفقد اتجاهها وبصيبها نوع من انواع البلبلة واكثر من ذلك عندما يحدث الكسوف حيث عند وقوع الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجية ثمينة كما نصبح اكثر عرضة للمرض لذلك علينا تجنب اجراء عمليات جراحية والحذر اكثر من الادوات الحدي والكحوليات فترة الكسوف غير مناسبة للمنافسات خصوصا في مجالات الرياضة بزول تأثير الكسوف السلبي بعد مرور ثلاث ايام من وقوعه يعني تأثيره هو قبل بيوم او يومين ورح يستمر ثلاث ايام ما بعدي كله على بعضه خلينا نقول اسبوع يا سيدي اتداء من اليوم بدكوا تأخذوا حذركوا انتم من الموضوع ما بين اليوم ده بدايته لنهايته منكم خلصنا من تأثيرات هذا الكسوف اكثر الاشخاص اللي بدهم يحذروا من هذا الخسوف هم موليد القوس لانه هذا الكسوف رح يكون موجود عندهم وتحديدا موليد اتناعش ثلاثتاش اربعتاش خمستاش ستتاش من موليد برج القوس اللي هم موليد شهر اتناعش لانه الكسوف رح يكون هو على الدرجة اربعتاش عشان هيك بيكون هو درجة واحد وعشرين افهمتوا علي درجة واحد وعشرين على الخارطة الفلكية اللي هم موليد اربعتاش خمستاش ثلاثتاش فاحنا بنعطي دائما يوم قبل ويوم بعد لانه فيه فلكين بحسبوا على سبع درجات يعني سبع قبل وسبع بعد ولكن انا بوخذها على درجتين لقوتها فعشان هي بوخذ اربعتاش بوخذ ما قبلها يومين وبوخذ ما بعدها يومين اما بالنسبة لباقي الاوراج ايش الاشياء اللي بدهم ينتبهوا منها ايش الاشياء اللي بدهم يحذروا منها اول ايش بالنسبة للحمل بدهم يحذروا في امور لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والشؤون القضائية اما بالنسبة للثور في الاموال المشتركة يعني ايش يسمع لها علاقة بالاموال المشتركة او شراكة مالية بدهم يديروا بالهم من هاي المسألة الجوزاء في الشراكة يمكن بالزواج او بالعاطفي او بالمل السرطان بالصحة والعمل بدهم يديروا بالهم على صحتهم يراقبوا صحتهم يراقبوا اعمالهم ويركزوا بشكل جيد خوف من الاخطاء وما يوقعوا على عقودوا اوراق الاسد بعلاقاتهم مع الاحبة ممكن عصبية ممكن فراق ممكن مشكلة ممكن يدخلوا بعلاقة عاطفية تكون فاشلة في هذا اليوم فعشان يكبدهم ينتبهوا بطريقة التعامل ما بينهم وبين احبائهم بينهم وبين ابنائهم وبينهم وبين الوالدين اما بالنسبة للعذراء بدهم ينتبهوا في امور العلاقة بمساكل العقارات والسكن والعلاقات العائلية والمشاكل العائلية وعلاقتهم مع الاهل اما الميزان في امور العلاقة بالسفر والاتصالات اللي هي التنقلات السريعة والعلاقة مع الاخوة والجيران بدهم ينتبهوا اثناء قيادة السيارة اثناء الدراسة اثناء المناقشات برضو اما بالنسبة للعقرب بالوضع المالي يا مصريف زيادة يا دفعات زيادة يا تكليف زيادة يا خسارة اموال يا سرقة اموال تتركز على هاي النقطة مش على فضيحة ومش عارف ايش وهاي الامور اما بالنسبة للقوس بدهم يحافظوا على سمعتهم وعلى مصالحهم لانه هم اكثر المتضررين هذا بيت الشخصية فعشان هيك بدهم يهتموا في هاي النقاط اما بالنسبة للجدي التآمر من وراء الكواليس يعني اشخاص تتآمر عليك ناس بتحاول تكيد لك بتنم عليك بتستغيبك حاول ما تدخل مناطق يعني مشحونة مناطق مشبوهة شغلات زي هيك حاول انك تبعد عنها اما بالنسبة للدلو بالنشاطات الاجتماعية بالصداقات دير بالك مع اصدقاء ودير بالك مع الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم ودير بالك انك تتعامل مع اشخاص ممكن يورطوك بمشاكل اما بالنسبة للحوت فهو بالعمل والعلاقات مع المسؤولين يعني مكان عملك وعلاقتك مع المسؤولين هو نقطة الضعف اللي رح تتأثر من هذا الكسوف طيب الان بدنا نحكي عن الاقتران اللي هو اقتران المشتري وزحل طيب المشتري بدل على المال ماشي اما هيك بكل بساطة وزحل بدل على المصاعب معناته المشكلة هي مالية وصعوبات مالية واقتصادية هذا الاشي رح يكون يوم واحد وعشرين اتناعش رح يكون في تمام الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء ذروته الو تأثيرات من اليوم بتبلش شوي ولكن ذروتها في هذا اليوم وما بعدها شو بصير بزيد في من الاعباء اللي بتجبرك على تحديد نفقاتك واللي وبرضو بتولد لك افكار سودة شوي ومخاوف ما لها اي اساس لها علاقة بالامور المالية اما بالنسبة للوضع الصحي بدك تراقب تغذيتك وموضوع اللي علاقة بالكبد والبنكرياس اللي عندهم ضعف في هاي النقاط او السكري او الاشخاص اللي عندهم ازمات في هاي المسائل هم اللي بدهم ينتبهوا عليها بتدل هاي دوليا ايش بتدل عايش بتدل على وقوع ازم اقتصادية في بلاد معينة بسبب سوء التسيير المالي في المؤسسات المالية ومؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي والمعدني وبعرف الميزان التجاري نوع من انواع العجز بسبب فسخ بعض الصفقات التجارية المهمة او مشاكل في الاستراد والتصدير لابد من ظهور خلافات دينية مهمة بين المعتدلين والمحافظين يعني فيه نقاشات او فيه موضوع ديني رح يظهر في هاي الفترة او نقاش حوله وممكن ما يظهر او حول بعض المعتقدات والاعراف الاجتماعية يعني قصة اجتماعية ممكن يصير فيها خلاف ونقاش وحوار ورأي عام وشغلة زي هك وممكن تشهد اضطرابات او احتجاجات في قطاع الصناعة او التجارة او الفلاحة او الخدمات العمومية بسبب تدني الاجور او تسريح العمال برضو بتحمل نوع من انواع الازمات الدبلوماسية حول حدود بعض الدول المجاورة يعني فيه نقاش حوار ممكن استثارة عداوات ممكن مشاحنات تصير ما بينهم طيب الان منركب برضو اللي هو التربيع الاخير اللي رح يصير بين المريخ وبين بلوتو اللي رح يكون يوم ثلاثة وعشرين اتناعش هذا رح يكون في تمام الساعة ذروته في تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر طبعا التربيع هذا احنا حكينا عنه من قبل انه المريخ وهو بيصير بالمسار الاول شكل تربيع مع بلوتو وهو راجع شكل نفس الزاوية هاي يعني مرت علينا مرتين السنة هاي ومن ضمنها انفجار بيروت من ضمنها الحرائق اللي صارت بالاشجار او بالغابات او بالاراضي الاشياء اللي الها علاقة بالنيران اشياء اللي الها علاقة بالامور هاي صارت حكينا عنها لما احنا عليها صارت مثل ما احنا حكيناها بالضبط بالفترات اللي احنا حددناها هسا هذا هو التربيع الاخير يعني نرجع المريخ بدو يمشي بالحركة الامامية فراح يشكل هاي الزاوية اللي رح يتشكل مش يعني انه بدو يرجع في لبنان بدها تولي حريقة او بدو يصير في انفجار او بدو يصير هاد ممكن في بلد تاني ممكن حرائق عادية ممكن حرائق غابة ممكن ما يصير اشي ولكن اجمالا هاي الزاوية تحديدا عمرها ما صارت الا صار في اشي الو علاقة بالمشاحنات والعلاقة بالعنف والعلاقة بحرب او ضرب جامدة او دمار او اشي بصير بفترة وقوع هاي الزاوية ما قبلها وما بعدها اكثر هذا الاتصال بيعمل نوع من انواع الاندفاعات ومخالفة للصواب يعني بيخليك متسرع وبدفعك للتمرد وتصرف بعكس التيار عكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين يعني متمرد بكل المعاني بعرق النجاح ومبادراتك وعلاقاتك طيب اش بدل نهاية بدل كذلك على ان هذه الفترة تشهد اضطرابات للعمال وبترافق اعمال شغب او حوادث عنف ممكن تشهد هذه الفترة مقتل احد القادة او كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازديات حوادث العنف الامور اللي الها علاقة بالاغتصاب الفضائح الجنسية وبدل على حدوث انقلاب عسكري او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية او تفجيرات حرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية زي الزلازل والحرائق والغابات اذا بدي يجي واحد يقول لك يعني او 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 يعني او او ممكن هذا يصير وممكن ما يصير وممكن كل اللي حكيت وانا ما يصير وهذا تأثير هاي الزاوية هيك بصير فيها في فترة حدوثها ايش اللي بصير من هذولا ممكن اجيء اقول لك شايف انا فضيحة اغتصاب في منطقة الغربي شايف انا حرائق مش قادرين يسيطروا عليها شايف انا واقول لك على كلمة شايف زي بعض الناس حاسس احلمت استخرت فتحت طلعلي نزلي بالقهوة بالشاي بالفنجان بالورق بالشدة بهدومه في ايش يعني فتح بايش طلع مع هاي المعلومات انا بقول لك او لاني بحكي معك علم ومنطق ما الي علاقة ايش اللي رح يصير وان شاء الله ما بيصير ولا ايش من اللي احنا حكينا عشان هي تطمنوا واطمئنوا وما تخافوا وما تتوتروا رح يتمر الفترة ان شاء الله بكل هدوء صحيح انه ماشي اثار لها اثار وممكن تكون اثار مش سهلة ولكن الجهاز اللي انا بشتغل عليه لانه مش جهازي ولكن ان شاء الله انه الامور بتمشي مثل ما انا مرتب لها اهم اشي يا ريت يا ريت اللي بيشاركوا الحلقات هذيك وبقول للناس اسمعوا هاي الحلقات هاي الحلقات اللي من المفروض انكوا تشيروها وتخلوا الناس تفهم وتتوعى وتعرف انه الفلك علم الفلك ما الو علاقة بالخزعبلات ولا الو علاقة بالدجل ولا الو علاقة بالاوهام وبيع الاوهام عشان ابين انا عضلنجي واني بفهم اه الامر بسيط جدا انتبهوا للاشياء اللي انا حكيتها اشي احذروا من بعض الامور اللي انا نبهت لها زي نوع من انواع التنبيهات الك تأخذ فيها الك ما تأخذ فيها الك تأمن فيها الك ما تأمن فيها الك تهاجمني الك تنتقدني انت حرب ولكن في النهاية هذا اللي انا شايفه عجبك عجبك ما عجبك عادي جدا تقدر تسب علي تقدر تعمل لي بلوك تقدر تطلع من القناة وعادي جدا عجبك تقدر تعمل الاشتراك تكبس لايك غلب حالك بكبسة لايك تكتب لي كومنت بالاشي او الاضافات او اشياء انا نسيتها ممكن تعدل ليها او تشرح ليها اسأل الله انه ما يصير ولا اشي من اللي انا ذكرته ويمر حدث فلكي نستمتع فيه ان كان على تلفزيون او عجريدي او مجلة وان شاء الله انه ربنا بعطيكو الخير كله هيك منكون انتهينا من توقعاتنا او من هذا الحدث الفلكي وشرحه واخبرنا الفلكية والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر